السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بكم متابعين في كل مكان. النهاردة هنمل مع بعض عن كتاب المعاصر خاص بي مدد الماث وكمان عندنا ان شاء الله سهل وسريع لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. علشان يصلكم اي فيديو جديد انا بنزله. يلا نبدأ مع بعض. في البداية تعالوا مع بعض نعمل كده عن كتاب المعاصر خاص بمادة الماث وفي الاخر هنشوف مع بعض كتاب ديشوفين معايا ده عندنا الكتاب جاي معا ايه? جاي معا عندنا كتاب الخاص بالشرح. وده كتاب الخاص بالامتحانات. وكمان معايا هنا الكتاب الخاص بالاجابات. ومعايا كمان هنا في كده دي نتيجة. تمام? وعندنا الخريطة كمان الخاص ب تمام? بالشكل ده اهيه. تمام? ومعايا كمان هنا كده دي شهاد التقدير بتكون مقدمة من من كتاب المعاصر علشان بعد ما نخلص كده الامتحانات بكت فيها هنا كده اسم ابني او بنتي لان هو يعني اكتاز وحل الكتاب بالكامل. عالوا كده نشوف مع بعض اهم جزئية وهو عندنا كتاب الشرحة الميزة في كتاب المعاصر انه هصلي اخوة تحت اشراف من وزارة التربية والتعليم. تعالوا مع بعض نشوف كده محتويات الكتاب من الداخل. كتاب المعاصر كده في البداية. جايب هنا مجموعة كده من تمام زي ما شايفينها معي. كمان بعد الكتاب عندنا بيستعرض كام هنا في عندنا الحد عندنا الحد هنا تمام كده. عندنا الترم التاني دي كل عدد اللي هندرسها مع بعض. هنا بدأ زي ما شايفين طبعا بتكلم عن اللي هو النقود. شايفين معي جايب كده هنا بيستعرضها الحقيقة بطريقة جميلة جدا واكسر من رائعة. وطبعا ده الشرح كده من فوق. تمام? بعدين معي هنا برضو. مايكمل طريقة شرح برضو. وبعدين هنا جايب كده شايفين معي كل دي كده اسئلة بس على الدرس الاول. تمام? شايفين معي. برضو هنا مكمل الاسئلة. وهنا كمان اهو. وبعدين هنا كمان برضو مكمل. وبعدين هنا الدرس التاني. يعني دي كلها اسئلة عالدرس الاول. بعدين الدرس التاني برضو الطريقة كده بتاعت الشرح. تمام? رحيا نكتاب المعاصر بيشرح كل حاجة بالتفصيل علشان يساعدك كولية امر انك انت برضو تقدر تشرح لابنك او تتابع معاه. وان شاء الله الشرح ده هنزله على قناتي. قناة ميس مامي التعليمية تو. تمام? انا عندي قناتين. القناة الاولى طبعا دي بتكون خاصة بربعة وخمسة او ستة. القناة التانية دي بتكون خاصة للصف الثاني الابتدائي. وبنزل عليها برضو امتحانات لربعة وخمسة او ستة. تمام? زي ما شايفين معي هنا برضو مكمل. عندنا جايب كده الاكسرسايز. تمام? برضو دي كلها كده اسئلة. الدرس التاني. شايفين معي اهو. الصفحة كلها مليانة بالتمارين. تمام? عندنا كمان اللي جنبها على طول برضو. تمام? اهو. شايفين معي دي كلها برضو كده اسئلة. الهقيقة الاسئلة كتيرة جدا واكثر من رائعة. تمام? يعني لو ابني او بنتي حل الاسئلة دي فبالتالي مش هيحتاج اي كتاب خارجي تاني ان هو يحل منه. مش طول عليكم. الكتاب طبعا كله بيكون بنفس الطريقة. تمام? وطبعا هنا كل بعد كل يونت بيكون في امتحان. بعد كل يونت بيكون في ايه? في امتحان. شايفين معي اهو? بعد ما بيخلص اليونت بيجيب طبعا امتحان على اليونت. تمام? في النهاية خالص. تعال نشوف مع بعض في النهاية في ايه عندنا? في النهاية من ورا خالص. جايب طبعا القاموس. دي كل كده الكلمات الخاصة بمنهج الماس. علشان تساعدك كوليه امر انك انت تكون فاهم وعارف كل كلمة او كل مصطلح ده معناه ايه? تمام? دي كده كلها الترجمة بتاعت كل المصطلحات. جاي في الاخر خالص. هنا جايب كده برضو مجموعة من الملسقات. طبعا دي حتساعدنا في حل التمارين. تمام? هنا جايب طبعا كلها دي كده النقود. بتكلم عن درس اللي هو النقود. تعالوا بعدين معي الكتاب الخاص به الامتحانات وهي الشتات. جايب هنا كده اسئلة بس على كل دي اسئلة. تمام? غير الاسئلة الموجودة في الكتاب الشرحة. هنا برضو اسئلة برجودة على آآ تمام? هنا برضو عندنا على طبعا ده ده شايفين معي دي كلها اسئلة. دايما بقول اللي احنا لو حلينا كتاب المعاصر الخاص به الشرحة. وكمان الجزء الخاص به الامتحانات. يعني كده خلاص. ان شاء الله هيكون متفوق ومش هيحتاج لاي كتاب تاني. تمام? خلصنا خلاص عن كتاب الماس. تعالوا معي نشوف ديسكوفر. ازاي شايفين معي كتاب جاي معا عندنا اللي هو الكتاب الخاص بالشرحة. ومعنا الجزء ده او المنصق ده. تعالوا نسيب ده ونشوف مع بعض هنا. طبعا الكتاب برضو بتصليحه تحت اشراف من وزارة التربية والتعليم. تعالوا معي نشوف كده الكتاب من الداخل. بيكون عامل ازاي? هنا عندنا في البداية ده المحتويات الكتاب. تمام? تعالوا مع بعض نبدأ كده في البداية. هنا ده الجزء الخاص بالشرح. ده عندنا دي طريقة عرضه للشرح بتاع المنهج او الدرس يعني. شايفين معي? وبعد نخلص جايب عندنا كده اسئلة عليه. الدرس التاني برضو وجايب كده اسئلة عليه. تمام? بعدين هنا برضو ده الدرس وجايب اسئلة عليه. زي ما شايفين? بعدين هنا كده جايب نشاط. هنا بعدين جايب الدرس التاني. وفي صورة برضو زي ما شايفين معي كده زي زي نشاط. طبعا بنحله. طبعا هو منهاك سهل وبسيط مش بيكون في اي حاجة. اهم حاجة اولادنا يكون عندهم يعني يفهموا اللي مكتوب يحفظوا بس الكلمات. تمام? شايفين معي برضو دي طريقة عرضه كده للدرس. تمام? وهنا كده جايب برضو اسئلة على الجزئية دي. طبعا الكتاب كله بيكون بنفس الطريقة. هنا برضو بيجيب كوز كده بعد كل جايب هنا شايفين? جايب عندنا كده كوز امتحان صغير كده جايبوا. تمام? زي ما احنا عافين المادة دي طبعا دي بتكون يعني مادة علمية. بس سهل وبسيطة ما فاش اي حاجة خالص. تمام? كلها عبارة عن كلها عبارة عن انشطة. وزي ما شفتم معي كده ده كان سريع عن كتب المعاصر خاصة بمادة اتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.